معنا اليوم جمعة بنسوي مطبق هامور يفين شاك الله يا اسهلا شو هالطريقة هنا عندنا السمك انا قطعتوا لشرائح بهذا الشكل او اسمك بشوية حسب رغبتكم والرأس كمان بهذا الشكل بعدها ننضيف البهارات خلطهم مع بعض ونضيفهم على السمك حكتبلكم البهارات بالوصف بعدها نتبل السمك من كل الجوانب هنا عندنا الشبط والكزبرة بقطعهم ونضيفهم بالحشوة وبالرز نقطعهم بهذا الشكل هنا عندنا الزيت نحمر السمك من الجهتين لان يتحمر بهذا الشكل نقلب على الوجه الثاني وناخذ السمك على الجنب هنا عندنا رأس السمك كمان نخليه يتحمر هنا في قدر ضفت كمية بصل كويسة بضيفها للحشوة وللكبسة هنا عندنا رأس السمك نخليها تتحمر مرة كويسة عشان هي اللي تطاعم لنا الرز بنشير نصف الكمية على الجنب هنا عندنا زيت اللي قلينا في السمك نضيف شوية على القدر وراء غار لومي وثوم نحمسهم كويسة مع بعض بعدها أضفت أصير طماطم نخليهم يطبخ كويس مع بعض لأنه تسبك أضفت ملعة كبيرة سمن عشان تطاعم لنا الرز هنا بعدها أضيف البهارات بضيف الشبت والكزبرة ونحرك هنا عندنا رأس السمك شايفين بنضيفها على القدر ونصب الموهلين نغط السمك ونرجع للبصل اللي حنضيفه آخر شيء نضيف ملعة كبيرة سمن ونحمس البصل مرة كويسة هنا عندنا الموهل بعد ما غليت نضيف الفل تمر هندي بعدها نضيف البهارات على البصل ونحرك شوية زعفران اختياري كزبرة وشبت وقد عندنا البصل جهز يا سلام نخلي على الجنب بعدها نضيف الرز قسلت ونقعت ونضغرب النصف ساحة نوزع الرز بهذا الطريقة وعلى نار عالية نخلي السوائل تنشف بعدها نصب شوية موهل من فوق عشان الطبقة اللي فوق كمان شوية ملح عشان الموهل اللي زدناها وعلى نار عالية نخلي الرز يطبخ لين تبعن حباته بهذا الشكل نضيف السمك وعلى وجه شوية كزبرة وهيل ونغطي القدر على نار هادية لين الرز يستوي وكده وصبتنا صارت جاهزة يا سلام ناخذ السمك على الجنب على ماهلكم عشان ما يتكسر هنا عندنا صحنا التقديم أنا أخذ الرز على قدنا ضفت شوية بصل على الوجه وقطعت سمك يا سلام وهذا وصبتنا صارت جاهزة وبالعافية